اشتركوا في القناة يعني استدرك الموقف انه نلاقي طريقة عسى اثبثها ما بعرف بتطلع ولا لا لانه ضرب جهاز الكمبيوتر عندي يعني استشهد بمعنى اخر احنا في محرم كلها شهداء في هذا الشهر مأجورين ان شاء الله جمنا نسوي الحمد لله رب العالمين وما نحاول انه يعني نعمله اي شيء بلك درنا نشغله او انه نعمل اعادة انعاش لاله فالله المستعن شو منا نسوي على كل حال بدي اسجل انا الحلقة واذا انبثت انبثت ما انبثت عاد بكون انا بنزل منشورة على اليوتيوب باعتذر من الجميع لحديث ما انه نلاقي من حل للمسألة اللي احنا فيها ونلاقي طريقة لانه نرجع نستكمل عملية البث الحلقات في الايام القادمة طبعا اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمسة عشر اب اغسطس القمر موجود في منزلة الرشاة وهي منزلة للعلاج والربح والسلامة والصلاح ورح ينكث القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة من مساء الليل الاحد اللي هو موعد بث الحلقة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الافضل عدم البدء باي شيء جديد هي جيدة لعلاج الاسنان العمليات الصغرى تقليم الاظافر وحلاقة الشعر طبعا القمر ما زال موجود الان في برج الحوت موعد بث الحلقة واحنا في فترة خلوم مسار طبعا رح يظل القمر موجود في برج الحوت لغاية الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة من مساء الليلة ليلة الاحد على الاثنين طبعا خلو المسار هذا مستمر حلقة الامس ذكرناه مستمر من الساعة ثلاثة وعشر دقائق عصرا من عصر اليوم الاحد لا ورح يستمر لغاية الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش لا ينتقل بعدها لبرج الحمل هذا بيعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء دمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة ثمانية واثنين واربعين دقيقة مساء ورح نعتبر احنا الحلقة كأنه القمر انتقل لبرج الحمل يعني ما رح نذكر مثل حلقة الامس عن الحوت وبعدين الحمل لا رح نذكر عن الحمل دايريكت وطبعا القمر لما يكون موجود في برج الحمل في هاي الفترة بنشعر بطاقة كبيرة للعمل بنكون اكثر تصميما واكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل انه نتسرع في تصرفاتنا او قد نتهور ايضا يجب ان نحذر اكثر على طرقات من السرعة الفائقة منلاحظ ايضا في هاي الفترة ان اقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشادات غير مرغوب فيها نفقد دبلوماسيتنا ومنكون اكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن اجراء فحص للعيون اذا استدعى الامر لذلك يمكننا ايضا في هاي الفترة تعديل قصة الشعر او اقامة حفل ما بالنسبة لليوم طبعا في عنا بداية زاوية جديدة رح تظهر على الساحة اللي هي زاوية التثليف ايجابية بين عطارد وبين اورانوس وهي رح يعني مدتها من اليوم اللي هو 15-8 لغاية يوم 18-8 ذروتها يوم 16-8 في ساعة 5 و45 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من الشعر مننشط كثير في هاي الفترة فمنباشر باكثر من مسعى في اكثر من اتجاهها في ذات الوقت كما انه هاي زاوية بتعزز قدرتنا العقلية فبتسهل علينا حل وفهم مساء العلمية تعذر حلها مسبقا وبنشعر بالثقة وبقوة الحدث الموجود لدينا اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اليوم اخر يوم لتأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين اورانوس طبعا حكينا في الايام الماضية انه بيتمرد بعض الاشخاص وبيتصرفوا دون اكتراث للعواقب كما انه بيتمرد بعض الابناء على اهليهم غالبا ما بتحدث بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين زحل وهي مستمرة لغاية يوم 18-8 بتخلق مصاعب وعراقيلة بتحتاج منها بذل جهد وتصميم وارادة لا تجاوزها اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليت الايجابية بين المريخ وبين بلوتو وهي تأثيراتها لغاية يوم 18-8 طبعا تجعلنا شوي انه نكون خجولين ولكن ممكن نرد على اي شخص ممكن يثيرنا بعنف شديد اما بالنسبة للزاوية الاخيرة من الزوايا البطيئة وهي زاوية التزديس الايجابية بين نبتون وبين بلوتو وهي زاوية منفصلة رح تستمر لغاية 2-9 هي اللي بتسبب عودة وضعية قديمة او شخص قديم هذا الشخص ممكن انه يدعم وضعنا الحالي اكثر فاكثر اما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعننا زاويتين الزاوية الاولى هي زاوية التزديس ايجابية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تضل طبعا هي دروتها الساعة 53 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بدأت من الان موعد بث الحلقة ورح تستمر لغاية ساعات العصر هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبيعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وابداعهم اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران ايجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون في تمام الساعة 10.58 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان يعني زي تقديم عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية طبعا تاثيراتها يزاوية طيلة النهار بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية الرأس والاسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشرين والدم طبعا بالنسبة لعمليات الجراحية للأعضاء اللي ذكرناها ما مننصح فيها في هذا اليوم لانها هي اكثر حساسية ولكن علاج الاسنان كعلاج او حفر او حشي او شي العصب او هاي الامور ما في اي مشكلة ولكن عملية جراحة باللثة واستخراج مثلا ضرس مكسور او هاي الامور او جراحة بالفم ما مننصح فيها نهائيا بالنسبة لهذا اليوم يوصى باجراء العمليات الجراحية دون الاعضاء اللي ذكرناها قبل قليل مناسبة لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لازالة الشعر الزائد طبعا نرجع لعمليات الجراحة طبعا مناسبة حكينا لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ولكن احنا قلنا انه الجراحة بالرأس والرأس نقطة حساسة فما بنصح بالجراحة خلينا على الحقن او عم تنظيف بشرة علاج بشرة شغلات زي هيك ولكن ما بنصح انا بالجراحة اي هذا اليوم يصلح لازالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ والحنة ولا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود في برج الحمل او رح يستقر في برج الحمل خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثاء 16-8 رح يبدأ في تمام الساعة 8-17 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لليوم التالي اي لصباح يوم الأربعة 17-8 يعني في تمام الساعة 22-22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج الثور اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره 18 يوم في تمام الساعة 7 وست دقاء مساء بتوقيت جرينيتش بيصبح 19 يوم نسبة الاضاءة بتصير 80% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الأسد حتى يوم 23-8 منتحس بنسبة 60% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يمكت بالحمل حتى يوم 17-8 سعيد الآن هو بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 85% في ساعات المساء بتنزل شوي ساعاته لنسبة 60% عطارد في العذراء حتى يوم 26-8 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الأسد حتى يوم 5-9 سعيد بنسبة 45% المريخ في التاور حتى يوم 28-8 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28-10 منتحس بنسبة 15% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23-10 منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور حتى يوم 24-8 سعيد بنسبة 30% نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 24-12 منتحس بنسبة 15% بلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم ثقتكم بأنفسكم كبيرة كلما يعني الآن موعد البث الحلقة ما زال قمر في الحوت شوي تشعروا ببعض التعب ولكن بدأ يخف شوي شوي يعني إجمالا طول اليوم ثقتكم بأنفسكم بتكبر نشاطكم بزيد بتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بتدفع بمصالحكم حان الوقت لحسم الأمور العالقة اليوم رح تسمع جواب كنت بتنتظره أهم إيش إنك تتحرك ما تنتظر إنه الفرصة هي اللي تيجي لعندك أنت بدك تذهب بحثا عنها حاول إنك ما تضيع الوقت تعتبر هاي بداية جديدة ولصالحك جيدة عاطفيا وجيدة أيضا بتجربة الحدود رغم إنه في زوايا مع المشتري والمشتري بتراجع يعني ما مننصح كثير في تجربة الحد ولكن إنه اليوم إيجابي برج الثور بالنسبة لما أوليد برج الثور طبعا القمر الآن صار موجود في بيت المتاعب خلص يعني أنا أعتبر إنه استقر فبتطلب منكم هاي الفترة عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني بتكونوا تحذروا تديروا بالكوا عحالكوا ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل انتبهوا لغذائكم وراحتكم ابتهدأ الوتيرة وبتتأخر النتائج والبضائع والمعاملات وبتشعر ببعض الخيبة ممكن تظهر خلافات أو التباسات والطباعة متقلبة ومزاجك اليوم رح يكون متعكر سهل استفزازك حاول إنك ما تخالف القوانين لأنه ممكن تخسر أكثر مما بتتوقع وبنفس اللحظة ابعد عن المشاكل اضبط عصابك أو اتجنب الناس السلبين برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بتنشطوا اجتماعيا اليوم بشكل كبير بتلتقوا الأصدقاء منكم أشخاص ممكن اليوم يشاركوا في حفل أو مناسبة سعيدة أو يتوجه لهم دعوة لحضور حفلة أو يسعدوا بلقاء الأصدقاء اليوم تقدر تعبر عن آراءك بحرية وجراءة بتنقذك سرعة البديهة من المواقف المحرجة وبتسكنك أحاسيس متناقضة اليوم يعني فجأة بتكون بتحب فجأة بتصير بتكره فجأة بدك تتقرب فجأة بتبعد فهذا الإشي ممكن يسبب التباسات ما بينك وبين الأصدقاء والمعارف لكنها فترة مناسبة للتحالف ولمد يد العون للزملاء برج السرطان بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة حاول أنك تبرر كلامك وتوضحوا بشكل جيد كون جاهز للقيام بزيارة طارئة أو لا اتصال بأحدهم بتكون الظروف داعمة لأفكارك ابتهتم لبعض الاتصالات والمشورات لا تكون مهمل وحاول أنك ما تشوه سبعتك وما تترك انطباعات سلبية للقمر موجود الآن في بيت السمعة يعني بمعنى آخر حاول قدر الإمكان إنك ما تدخل بأي خلاف أو صدام مع أي شخص على أساس أنه ما يتتسجل المواقف عليه برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطه في مجال السفر والاتصالات البعيدة وهذا يوم مناسب لاجتياز امتحان أو إجراء مقابلة أظهر نوع من أنواع تعاون مع الآخرين مع الجهات المسؤولة فترة ممتازة للتواصل والحوار والترويج والنقاش طبعاً رح تدخل في كثير من المسائل اللي إلها علاقة بالفلسفة بالدين بالاتصالات بالمواصلات بتكون الظروف مناسبة لبحث مواضيع جديدة ولا اختبار تجارب مختلفة ما اليوم رح تشعر بالاعتزاز والفخر أهم شيء أنك ما تستسلم ما تردخل شروط ما بتناسبك وحاول أنك تناقش بمنطق برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلى صلة بشراكة أو تعويض بيتوجب عليكم عدم مخالفة القوانين والإرشادات وعدم ترك الأعمال ناقصة ومهملة بدك تكون متفاهم لأوضاع الآخرين ولا أراءهم اتجنب الكلام الجارح وحاول أنك تكون دبلوماسي يعني تركيز كله رح يكون على الأمور المالية على الأمور اللي إلها علاقة بالبيت والعائلة هدول أكثر أمرين رح يتركز عليهم اليوم ممكن مصاريف التزامات ترتيب وضع الأعلاقة بفواتير وأيضا هذا يوم مناسب لإلك للمطالبة بحقوقك مالية ممكن تكون مدعين أشخاص أو إلك أموال بدك تطالب فيها برج الميزان بالنسبة لما وليد برج الميزان طبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف تاني الأجواء جيدة على مستوى تعزيز الشراكة تعامل مع شركاء المال العاطفي الأزواج الحبايب يعني الأجواء مناسبة ولكن بدك تنتبه أنه ممكن تكثر عندك الواجبات وتتزامن وممكن أنك تشعر بالهلع لضيق الوقت فعشان يك بدك تحاذر من التراجع الصحي لأنه طاقتك ضعيفة لأنه القمر مقابلك تماما هو ما في خوف عليك لأنه القمر سعيد اليوم حاول أنك تتبع النصائح اللي أنا بعطيك إياها والتعليمات عشان تكون بأمان أهم شيء أنك اليوم تبعد عن المشاكل والتسلط وبرضو في نفس اللحظة أي شخص بيحاول يستفزك قل له الله يسامحك برج العقرب بالنسبة لما أوليد برج العقرب طبعا اليوم بتكون تنجزوا الأعمال لأنه ممكن هتتراكم عندك وممكن ما تجد وقت أنك تنجزها بالكامل فتضطر تعمل وقت إضافي رح تجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين زملائكم أهم شيء أنك تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قسط من الراحة من حين لآخر رح تبدأ مرحلة مهنية جديدة لكن هذا ما بيعني أنه المرحلة رح تكون سهلة عليك لأنه القمر في البيت السادس بضغط على العمل وعى الصحة فرح تكثر الواجبات ورح تتزامن يعني رح تصير في نفس الوقت من الحكمة عدم إهمال الإشارات مهما كانت بسيطة وحاذر من المشاكل الصحية برج القوس ابتزداد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم الفرصة مناسبة للمصالحة للتسوية كذلك ممتازة للتعارف للارتباط للحب يعني اليوم عندك نشاطات متنوعة وثقتك بنفسك عالية جدا وقدرتك على استيعاب الأمور ممتازة جدا حتى اليوم بإمكانك أنك تمارس هواية حتى تتقرب من الأحبة تتقرب من الأبناء تتقرب من الأمور اللي إلها علاقة بالترفيه بالتجميل كل هاي الأمور ممتازة جدا وابتدعمك بشكل قوي فعشان هيك لازم تستغل هذه الفترة بشكل جيد برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا اليوم ترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة اليوم القمر موجود في بيت البيت يعني بيت العائلة راح تهتمه بالمسكن بالعائلة بمسألة معينة عائلية خلاف نقاش حوار تصليحات ترميمات يعني من هذا النوع ممكن تحتاج المسائل الخاصة والعائلية لمناقشة فعشان هيك حاول أنك تناقش بهدوء وليوني بدون عصبية ممكن تظهر بعض الضغوط والمتاعب والمعاكسات خلال هذا اليوم أو تتعرض للمحاسبة وربما لتحديات واستفزازات لأنه هذا البيت الرابع يعني نوع تربيع معاك وهذا الشيء بيأثر عليك بشكل كبير فبدك تضبط أعصابك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر الاتصالات منكم أشخاص ممكن ينطلقوا في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هذه الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات المشاركة في المؤتمرات الندوات النقاشات الحوارات الترويج لسلعة معينة البيع المشترة السيارات الإلكترونيات كل هذه الأمور ممتازة جدا ورح تنجحوا في طرح موضوع حساس أو ممكن أنك تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب فهاي فترة تعتبر نشطة جدا لموليد برج الدلو رح يستفيدوا منها بشكل كبير تعوض الضغوطات اللي موجودة عليهم وخصوصا أنه الشمس مقابلهم تماما ومنتحسة فهي اللي بتسحب من طاقتهم وبتعكر مزاجهم برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي المكسب هذا بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد مال بيعود له أو يحصل على هدية وفي منكم رح يقدم على إنجاز أو تقدم على إنجاز أو تناقش صفقة أو اتفاقية أهم مش إنك تعمل بجدية الفترة هاي ممتازة جدا على المستوى المالي أو ترتيب الفواتير أو ترتيب الديون تقدر تنظم شؤونك المالية ولكن بدك تمتنع عن مخالفة القوانين والتورط في مشاريع مشبوهة ممكن يكون فيه يعني شغف أو هيك نوع من أنواع لتفشش أو الهروب من الواقع بصرف الفلوس ابعد عنا زوات التسوق بالأيام هاي لأنه أنت مش متحمل مصاريف كمان هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء